أعلم بحضراتكم من جديد وترند الأهلي نروح لترند الأهلي على السوشيال ميديا ونشوف اللي الكتب الأهلي في الساعات الأهيرة حسابي يلا كورة وحسابي يلا كورة على تويتر بيكلموا على تشكيل الأهلي المتوقع أمام إستر نيكامباني ومفضلة بين حسام وغريب في الهجوم التشكيل المتوقع علي لطفي في حراسة المرمة محمد عبد المنعيم محمود متولي رامي ربيعة محمد أشرف محمد محمود محمد فخري محمد هاني لويسمي كيسوني زياد طارق حسام حسن أو أحمد سيد غريب طب هي الفكرة التشكيلة لما يتقلب الوضع ده الناس تبقى شايفة التلاتة المساكين اللي وراء عد المنعيم متولي رامي ربيعة هلا يستقر أنه يستمر بنفس الشكل ده تلاتة أربعة تلاتة ولا ممكن يغير النهاردة لأن إستر نيكامبان ما بيه هاجمش فمحتاج يزود الفعالية الهجومية محمد أشرف ومحمد هاني أحدهم هيكون بكريت وبكليفت محمد محمود محمد فخري ويبقى السلاثة الأمامي لويسمي كيسوني زياد طارق وحسام أو أحمد سيد غريب وكلنا عارفين أن محمد هاني الفتر الأخيرة مركزه بتغير مرة لعب بكريت والفتر الأخيرة سواريش بيحطه في الجبهة اليسرى الوطن سبورت بيقول أن سواريش يفاضل بين ثلاث لعبين لتعويض غياب أليو ديانج أمام إستر نيكامباني طبعا الكلام على فكرة أن رامي ربيعة أو كريم فؤاد طب كريم لو ما بدأش حسب التشكيل المتوقع ليلا قورة فممكن يكون في وسط الارتكاز طب لو كريم بدأ ممكن يدخل رامي ربيعة يكون هو موجود في وسط الارتكاز فيه أكتر من فكرة أو أكتر من خيار لدى سواريش لكن في النهاية يبتتوقف على طريق اللعب ماتش لفات مع المقصة المقصة ما كانش بهاجم ما كانش في فرص محققة على عالي لطفي ومع ذلك كان بيلعب بتلاتة في قلب الدفاع النهاردة ممكن يغير وجهة نظره ده أنا أعرفه لما يتم إعلانة تشكيل الساعة 8 النهاردة في ملعب المولين لما يوصل إلى الفريق المصر الرياضي على تويتر بيكلمه لأن أليو ديانج يطير إلى مالي لقضاء الأجازة مع أسرته بعد قرار منحه راحة سلبية طبعا ديانج دلوقتي مبسوط يعني فترة راحة سلبية يمكن ما تمش الإعلان عنها تبقى أسبوعين أو ثلاث أسابيع ده أنا أعرفه الفترة الجاية لما يرجع إن شاء الله من الأجازة في مال لكن فرصة يكون موجود مع أسرته يغير جو لازم أي لعيب يا جماعة في نهاية الموسم ياخد شهر على أقل راحة سلبية عشان يفصل عشان لما يرجع من تاني يقدر يكون عنده الحماس والجاهزية الفنية والزهنية الزهنية دي قبل أي حاجة لأن العامر الزهني بالنسبة أو العامل الزهني لللعيبة ده بيخليك بدنيا تبقى كويس وفنيا بتبقى كويس وبالتالي الأجازات دي مهمة ومطلوبة ونعرف إيمتها الفترة الجاية لما ترجع التشكيلة الأساسية والقايمة الموسم الجديدة تبدأ للفترة اللي جاية طيب حساب بكورة إليفن على تويتر فيه تصراحات مهمة جدا للرئيس التنفيذي لإسترني كامبني قال أستاذ هاني أمان وقال مواجهة الأهلي مثلها مثل باقي المباريات لا بديل عن الفوز طبعا الوضع اللي فيه الفريق حاليا ما يسمحلوش بفقدان نقاط الفترة اللي جاية لكن هل مباراة النهاردة هنشوف شكل جديد للفريق؟ هل الكابتن علاء عبد العال هيغير كل أفكاره في الخطط التدريبية والنهاردة يبدأ بيهاجم؟ ده هنشوفه في مباراة النهاردة لكن الرئيس التنفيذ النهاردة المهندس هاني قال هي مثلها مثل باقي المباريات ولا بديل عن الفوز لكن الفريق فقد نقاط عديدة في الفترة الأخيرة ووضعه صعب جدا في ترتيب جدول الدوري هنتوقف هنا على كلام مهم جدا قاله أكرم توفيق على حسابه الرسمي على الإنستجرام لأنه قال هذا أو هذه التغريدة يعني أو هذا الكلام على الحساب الرسمي بتاعه بعد ما الناس كلها مباراة حتكلمت على أن أكرم توفيق راجع الفترة اللي جاية وأكرم بيستعجل المشاركة وبيتكلم وبيطلب المشاركة من ريكاردو سوارش حساب أكرم توفيق النهاردة مكتوب عليه الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا بعض الناس وبعض الأخبار بتقول أنه وقفتي مع المدير الفني عشان الالتحامات العنيفة وأن أنا مستعجل أنا مش مستعجل ولا حاجة أنا واخد بالي جدا في كل حاجة وفي وقت ربنا سبحانه وتعالى كاتب اليوم اللي هرجع فيه وقفتي مع المدرب عشان الاطمئنان على حالتي وشكرا يبقى أكرم بنفسه نفى أنه هو المدرب حذره من الالتحامات الشديدة في المراني الجماعي نفى أنه هو طلب من المدرب أنه عايز يرجع بسرعة وينزل في المباراة الرسمية وقال جملة مهمة جدا هو كان واقف مع المدرب عشان المدرب كان بيتطمن على حالته وبيشوف استعداده في الفترة اللي جاية كلام مهم جدا من أكرم توفيق عشان نغلق باب الشائعات بخصوص عودة أكرم في الفترة اللي جاية وفيه تخوف من مشاركته المصري الرياضي سيراميكا يسعى لضم تلت لاعبين من الأهلي أبرزهم صلاح محسن يمكن الكلام ده مش مصدر لأن حساب المصري الرياضي خد التصرحات دي نقلا عن الكابتن أحمد سامي كان في إحدى البرامج واتكلم على فكرة لو خد لعبة من الأهلي ممكن يطلب مين فقال بعض الأسماء كمان مش المصري الرياضي بس الوطن سبورتي كمان اتكلمت على نفس الموضوع وقالت إغراءات وعروض رسمية خمس لاعبين في الأهلي على رادار أندية الدوري الخمس لاعبين يأتي في مقدمتهم محمد محمود حسب الوطن سبورتي بتقول أصبح على أعتاب الرحيل بحسب مصدر داخل النادي ولكن بقى ده تأكيدا للكلام اللي اتنشر على المصري اليوم الرياضي في حسابها الرسمي على تويتر أحمد سامي المدير الفن لفريس سيراميكا كليوباطرا قال أنه مهتم بضم ثلاث لعبة من الأهلي صلاح محسن محمد محمود وحسام حسن لم يكن سيراميكا هو النادي الوحيد اللي أبدى اهتمامه بلعب القرى الحمراء بل خرج مسؤولي كمان نادي البنك الأهلي وأعلنوا رغبتهم في التعاقد مع مصطفى شبير ومحمد محمود إذن الكلام على خمس لعبة من خلال نادي هاي سيراميكا كليوباطرا وكمان نادي البنك الأهلي لكن هننتظر زي ما قلت مبارح بعد تلاتين تمانية أول ما يتم فتح باب القيد هايكون فيه تصور لشكل القيمة من الصفقات اللي جاية من اللعبة اللي ممكن تطلع عارة من اللعبة اللي ممكن نستغنى عنها ده هيتحدد من أول شهر تسعة وكل اللي بتقال دلوقتي وبار عن اجتهادات الناس بس بتحاول تجيب معلومة لكن سدوني والله ما فيش معلومة رسمية وما فيش مصدر في الأهلي صرح بشكل رسمي لأن فيه متغيرات كتير قوي هتحصل فيه الإسبوعين القادمين بطولات بيتكلم على أن فيه مصدر بالأهلي البطولات تتكلم على أليو ديانج وقال أن تلقينا تلات عروض لضم أليو ديانج من تركيا وإيطاليا والخليج ولكننا رفضنا تلك العروض لأنها لا تتوافق مع مطالبنا المالية ونحاول إقناع اللاعب بالبقاء حتى يناير المقبل مع زيادة راتبه إلى مليون دولار ده يتحدد الفترة الجاية لكن أليو ديانج مستمر لسه أعتقد حصل تعديل في عده من حوالي سنة أو سنة ونص وأليو ديانج مستمر مع أهلي خلال الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة